بيبدأ المسلسل مع طالب اسمه ران وبيجري في الغابة وبيهرب من حد وبنهارف انه بيهرب من مدرسة الداخلية اللي قاد فيها لكن فجأة بيمسكوا واحد من مدرسين المدرسة واللي بيكون اسمه براسات وبيطلب منه ران وقتها انه يسيبه عشان عايز يرجع لبيته تاني لكن براسات بيحط في بقه حاجة غريبة شبه الحلويات بتخلي ران يفقد توازنه وبيجي ساعتها امن مدير المدرسة وبيقول ران ان المدرسة يا بيته فبيرد عليه ران وبيقوله ان المدرسة بتاعته عب وبعدها فترة بنشوف امن في المدرسة وهم متجمع باولياء امور طلبة الجدد وبيقولهم ان كل تلات سنين المدرسة بتعمل امتحان قبول وبنعرف وقتها ان امتحانات القبول في المدرسة بتاعت امن مختلف عن اي مدرسة تانية وده لان الامتحانات بتتعمل لاولياء الامور مش للطلبة وبيقولهم ران ان الدراسة في المدرسة بتاعته بتعتمد على الدقة والخبرة والمنطقية وده عشان الطلبة يكونوا شاطرين وثقفين ومختلفين عن طالب في مدرسة تانية وشخصياتهم كمان ه تكون مميزة وقوية وده شيء مش موجود في المدرسة التانية وبعد الامتحان بيعد امن مع كل اولياء الامور وبيسأل كل واحد فيهم عن السبب اللي مخاليا عايز يدخل ابنه او بنته لمدرسته وبتكون اجابات اولياء الامور زي بعض تقريبا وهي انهم عايزين ولادهم يتعلموا تعليم مختلف وشخصية ولادهم تكون قوية وعيوبهم تتحاول لنقاط قوة فبيعرفهم امن ان التدريس في مدرسته جديد ومش اي طالب هيقدر يستحملوا ومع ذلك اولياء الامور بيكونوا مصرين انهم يدخلوا ولادهم المدرسة دي بالتحديد وبعدها بنشوف الطلبة الجدد وهم متجمعين في حفلة الاستقبال اللي المدرسة عاملها عشانهم وبنعرف ان تم ابول 13 طالب بس ودول الطلبة الواحدين في المدرسة كلها لان كل 3 سنين بتستقبل المدرسة طلبة جدد وبيكون عددهم 13 طالب وطالبة وبيجي امين ومساعدته ياني عشان يرحبوا بالطلبة وبيعرفهم امن انه اخد الازن من اهاليهم عشان يكون المسئول الوحيد عنهم خلال التلات سنين اللي هيقعدوها في المدرسة وبينبه عليهم انهم لازم يلتزموا بقواعد المدرسة وفجأة في نفس الوقت ده بيغمع الطلبة كلهم بسبب المخدر اللي محدود في الاكل اللي اكلوه وتاني يوم الصبح بتصحى واحدة من الطلبة اسمها ماكي وبتلاقي نفسها هي وكل زمايلها قاعدين في الاوتوبيس فبتستغرب جدا انسايتها وبتسأل السواء اللي بيسوقوا الاوتوبيس واخدهم على فين لكنه ما بيردش عليهم فبتصحز ملت هواية اللي قاعدة جنبها عشان تفوقها كمان ويفواؤل باقي وبعدها بيوصلوا المبنى كبير جوا غابة كبيرة وبيلو المدير امن ومساعدته ياني مستنين وصولهم وبيعرفوا من المبنى ده والمدرسة الداخلية اللي هيعوضوا فيها تلات سنين بتاعهم فبتقولوا ماكي نتغدرهم ونقلوهم من مكان لما كان بالشكل ده عمل غير قانوني واهليهم لو عرفوا هيقضوا المدرسة كلها فبيرد عليها امن بكل برود وبيعرفها هي وزميلها ان اهلهم عارفين كل حاجة بتحصل وتحصل وموافقين كمان على كل شيء فبيستغرب الطلبة ساعتها كلهم ولما بيحاول واحد منهم اسمه هجن ويهرب بيمنعوا الحرس فوبان وده نفس الشخص اللي كان سالوتوبيس وساعتها بيقولهم امن ان اي حد هيخالف قواعد المدرسة هيتعاقب وبتاخد منهم يعني مبيلاتهم عشان ممنوع استخدامها في المدرسة وتاني يوم لما بيصحوا بيعرفوا من مدرستهم دي لس ان ايام السبت والحد هم اللي هيتبخوا اكلهم بنفسهم اما بالنسبة لبقى الاسبوع فالمدرسة هي المسؤولة فيهم عن اكلهم وشربهم وعلى الصفرة بيتكلم كل الطلبة مع امن عشان عايزين يمشوا ويرجعوا لبيتهم فبتزعلهم يعني عشان بيتكلموا من غير استئزان فبيسألهم امن يعني ايه بيت بالنسبة لهم وبيعرفهم ان اول واجب هيعملوه في المدرسة هو انهم يكتبوا ويعبروا عن معنى البيت بالنسبة لكل واحد فيهم وبعدها بتكون ماكي واقفة مع اتنين من زميلها وبتعرف ان اسمهم ناي وتبيت وبتحكي لهم انها دخلت المدرسة دي بسبب منحة دراسية جت لها وانها اصلا ملهاش اهل وعايشة في دار الايتام وبتعرفهم انها مستغربة من اهاليهم لانهم على علم بكل اللي بيحصل في المدرسة ومع ذلك مفقين عليه وفي نفس اللحظة دي بيسمعهم التلاتة المدير بيستدعيهم لقاعة الاجتماعات من خلال السماعات ومكبرات الصوت ولما بيروحوا بيلاؤوا زميلهم نقصين وبيعرفوا النوايت ومك وهوجو وجنجاي هربوا من المدرسة ومعهم كمان فوجي ومورك واكد هيتعاقبوا زي ما امن المدير قال وقتها بتدخل عليهم ياني وبتعرفهم ان في مجموعة من زميلهم هربوا من المدرسة ومطلوب منهم دلوقتي انهم يخرجوا للغابة عشان يدوروا عليهم ويرجعوا بيهم فبيتصدم ماكي والكل وبيقولوا لها ان المفروض المدرسة هي لتدور عليهم لانهم ممكن يوتوه في الغابة ويتعرضوا للخطر لكن ياني بيتفكرهم بالقاعدة الخمسة للمدرسة وهي ان كل طالب مسؤول عن زميله والغلطة بيتعاقب عليها الكل وبتأمرهم يخرجوا للغابة دلوقتي وما يرجعوش من غير زميلهم وبعدها بيخرج كل الطلبة للغابة وبيفضلوا يندهوا على زميلهم واحد واحد لكن محدش فيهم بيكون ليه اي اثر وبيتعبوا جدا بسبب المشي الطويل فبتقرر ماكي انهم يتقسموا المجموعتين وبتطلب من فنجي وبيونهم يتحركوا معناي وهي هتتحرك مع تبيت وفين هونج لانهم لازم يدوروا في طريقين مختلفين قبل ما الليل ييجي عليهم هما لسه في الغابة وفي الاسناء دي بيكون الطلبة اللي هربوا ماشيين ومش عارفين يخرجوا من الغابة ازاي وبيحس انهم في متاهة فبيتخنق مركي معاهم وبيقرر يرجع للمدرسة تاني عشان الغابة تكون خطر بالليل ومش فارق مع انه يتعاقب لما يرجع فبيوافقوا ميك اخوه فوجي وايت الرأي وبيقرر هم كمان يرجعوا للمدرسة تاني واسناء ما هم راجعين في الطريق بيسمعوا صوت حد بيصرخ وبيستن جد فبيخافوا جدا وبيجروا وفجأة بيلهوا ماكي قدامهم هي وتبيت وفين هونج وبتقولهم وايت انهم سمعوا صوت حد بيصرخ كأنه بيتعذب فبيقرروا كلهم يرجعوا للمدرسة بسرعة ولما بيرجعوا بيلقوا ياني في انتظارهم وبتعرفهم ان لسه في كم واحد من زمائلهم ما رجعش معاهم فبتقول ماكي ان الغابة خطيرة جدا خصوصا ان الليل دخل عليهم لكن يعني بتصر انهم يرجعوا تاني للغابة لحد ما الكل يرجع في نفس الوقت للمدرسة وفي نفس الوقت ده في الغابة بيسمعوا هو جوجان وجنجاي صوت حد بيصرخ فبيخافهم التلاتة وبيجروا لكن جنجاي بتقع منهم ورجليها بتتلوي وبتكون خايفة جدا عشان لوحدها وفجأة بتلاقي ماكي والبقية لقوها وبيشيلوها وبيساعدوها عشان يرجعوا سواء للمدرسة وفي نفس اللحظة دي بيلقوا فبان قدامهم وبيعرفهم انه هيعجعهم المدرسة عشان لقى البقية خلاص وفي المدرسة بيقعد امن مع الطلبة وبتشكي ماكي ساعتها ان امن خطط لكل اللي حصل فبيعرف انه كان عارف مكان كل واحد فيهم فين عشان المدرسة وكل حاجة حواليها مرأبة بكاميرات المرأبة وكان لازم هم اللي يخرجوا يدوروا على زميلهم اللي هربوا عشان دورهم في المدرسة وان هم يحافظوا على بعض وهو ده الدرس الاول بتاعهم في المدرسة وبعدها بنشوف ماكي بتبص على صور الطلبة اللي كانوا قابلهم في المدرسة وبيكون من ضمن الصور المتعلقة على حيطة صورة لران وبنكتشف ان ران يبقى اخو ماكي وانه طلب منها وهي زيارة ما تاخدش منحة المدرسة الداخلية اللي راحها ابدا مهما حصل وسب لها السلسلة بتاعته للذكرى وبيجي وقتها امن وبيقول لها ان ران اللي بتبص على صورته ده يبقى الطالب المفضل عنده فبتسألهم ماكي عن مكانه ولكن امن مش بيرد عليها وتانيوم الصبح بيجمع المعلم شيب الطلبة وبيعرفهم انه المسؤول عن التمارين الصباحية اللي هيعملوها كل يوم وبيقول لهم ان عشان النهاردة اليوم الاول يوم في التمارين فيخلهم يجروا عشر جولات فبيتصدم الطلبة ساعتها وبيقولولوا ان دي مسافة كبيرة جدا عليهم لكن شيب بيصر على الاله وبيعرفهم ان لو حد منهم ما خلصش العشر جولات بتوعه هيكون في عقب مستنيين وبعدها بنشوف الطلبة وهما بيجروا في الغيبة ولما بتقع واحدة منهم بيزعق لها وبنعرف ان اسمها فنج وبيعرفها انها لازم تقوم في ساعتها وتكمل جاري وما تقفش مع ما حصل الا لو طلب هو منها انها تقف فبتحاول وقت انها تسندها وتساعدها وبعدها بيجتمع الكل على الصفر عشان معاد الاكل وبيتفاجئوا كلهم ان الاكل حلو جدا وبيعجبهم وبيسألوا فبان لو ممكن كمية الاكل تزيد تاني لو خلصوا فبيعرفهم ان ممنوع حد يكل اكتر او اقلم التاني وانهم ما لهمش اي كمية زيادة من الاكل غير المحطوط قدامهم وبس وبيجتمع امن تاني بالطلبة عشان يعرفهم بالمدرسين اللي هيعلمهم في المدرسة وبيعرفهم ان هي النائبة بتاعته وكمان هتكون معلمة اللغات اما بربون فيها مدرسة علم النفس والتمريد والمدرس براسته ومدرس التاريخ ودي لس هتكون مدرسة العلوم والرياضيات وبيعرفهم كمان على فبانه وانه المسؤول عن كل شيء في المدرسة وبيحرصها كمان وساعتها بيجيب فبان صندوق في بط صغير وبيطلب امن من كل الطلبة انه يهتم ويربي بطة واحدة والطالب اللي البطة بتاعته تتصاب او تتعب او حتى تموت هيتموا معاقبته يا قبش دي فبيستغرب الطلبة كلهم وبعدها بيكونوا محترين ازاي هيهتموا بالبط وهم ما يعرفوش اي حاجة عن تربيته فبتقولهم ماكي انهم لازم يقسموا نفسهم لفريقين فريق يدور على اكل البط وفريق تاني يعمل للبط مكان مناسب يعودوا فيه وبعدها بيشرح فين هنج الجزء من الطلبة ازاي يأكلوا البط وجزء التاني بيحاول يلاقوا مكانه عشان البط يقعد فيه وبتدائفه جساعتها منهجه عشان هو والباقية مش عايزين يساعدهم في اي حاجة وبتروح تشتكل ياني لكن ياني بيتفاجئها ان ما فيش اي حد هيتعاقب والكلام ده كله الا لو البطة بتاعته ماتت وبعدها بشوية بيتطريق هجو على فين هنج وبيوقعوا على الارض وماشي وفاجأ بيحصل لفين هنج ساعتها نيار عصبي وبيفضل يعايت وينهار بطريقة غريبة والكل وقتها بيداق عشانه وبتروح ويات لهجو وبتدربه بالقلم وبتتخاني الماكي معايا كمان فبيتعصب عليها وبيطلب منها تبطل تعمل نفسها القائدة عليهم وفي نفس اللحظة دي بيدخل تبيته بيدفع عن ماكي فبتيجي وقتها ياني وبتعرفوا من معاد اكلهم جي ولازم يروحوا يعودوا حالا عالصفرة وعالصفرة بيكون الكل قاد بياكل لكنهم بيلووا الاكل ملح جدا ومش حالو وبيضايقوا جدا وبيرفضوا ياكلوا وبيطلبوا من فبان يجوبلهم اكل تاني لكنه بيرفض وبيعرفوا من ما فيش اي اكل تاني غير اللي قدامهم ولو مكلوش دلوقتي هيفضلوا قاعدين لحد وجبة العشم غير اكل فبتضطر ماكي ساعتها انها تاكل وبعدها بترجع ماكي للبط تاني هيا وزميلها وبيقرر كل واحد فيهم يسمي البط بتاعته باسم خاص بيها وبيحطوا اسمهم على البط وبيكون برضو هجو اللي معاه رفضين يهتموا بالبط بتاعهم ورميينه وبعد 3 يام بيجتمع امن بالطلبة وبيسألهم تعلموا ايه من تربية البط خلال التلات يام اللي عدوا فبيقولوا هوجو انو مش شايف تربية البط شيء مهم او حاجة لها داعي فبيقرر امن ساعتها ان البطته هتعيش هيكون ليه لمدة اسبوع وغرفة خاصة وهيأكل الاكل اللي هو عايزه وهيصحى كمان منهم براحته فبتعجبهم الفكرة جدا وبعدها بيستغلوا هوجو وجان فينهونج لانهم عارفوا انو مريض بالتوحد وبيطلبوا منهم انو يهتم بالبط بتاعهم عشان هيموت فبيوافق فينهونج لانو يخاف على البط يموت بسبب اهمالهم وفي نفس الوقت ده بتروح جنجاي اللي بيوفنج عشان تطلب منهم يربولها البط بتاعتها ولانهم طيبين بيوافقوا عشان يخايفين على بطة جنجاي انها تموت بسبب اهمالها يا كمان وبالليل بيكون فيها عاصفة قوية فبيخاف فينهونج على البط وبينزل ياخد بطته وبطة هوجو وجان عشان يحطهم في صندوق صغير وبيرجع بهم للقودة التانية عشان يفضلوا قاعدين معا بيدا عن العاصفة وتاني يوم الصبح بيكتشف ميكو مورك ان بيوت البط اللي عملوها تكسرت كلها بسبب العاصفة والبط مش موجود في القفص بتاعه ولما بتعرفيان اللي حصل بتقول الطلبة ان فينهونج وهوجو وجان حافزوا على البط بتاعهم وعشان كده هم بس اللي هيكلوا في حين ان الباقي مش هيكل لحد ما يلاقوا البط بتاعهم فبيخرج كل الطلبة اللي بطهم ضع للغابة عشان يدوروا على البط ويرجعوا للقفص وبتلاقي جنجاية البطة بتاعاتها ايا وناي وبعدها بشوية بتقرأ رواية وزمالها انهم يطلبوا مساعدة فينهونج عشان يلاقوا البط بتاعهم وفعلا بيقدر انه يساعدهم وبيلقوه مستخبي في مكان في الغابة وبيشكروا فينهونج جدا عشان ساعدهم وبيسألوا ازاي عارف المكان اللي البط مستخبي فيه فبيعرفهم ان البط بيأكل كتير عشان جعان طول الوقت واي مكان فيه خضرة واكل اكيد هيكون البط مستخبي عنده وفي الاسناء دي بيكون ماكي وناي وتبيت لسه بيدوروا على البط بتاعهم لانهم كانوا انفصلوا عن زمالهم عشان يدوروا في مكان تاني غير اللي بيدوروا فيه وفجأة بيلاقوا مبنى غريب مقفول وبيفتكروا اصوات السريخ اللي سموها في الغابة قبل كده وبتشكي ماكي ساعدها ان ممكن يكون في حد محبوس في المبنى ده ولما بيقرروا يدخلوا للمبنى بيتفاجوا ببرصات مدرس التاريخ قدامهم وبيمنعهم من انهم يدخلوا للمبنى وبيقولهم ان مهمته يحمايتهم من اي ازا ممكن يحصل لهم ووقتها بتكون جنجايو هوجو قاعدين سوا وبيلاقي هوجو البطة بتاعتهم ميتة فبيددأي جدا عشان هيتعاقب وبيقرر يفكر في خطة وبالليه المتأخر بيروح امن يصحي الطلبة كلهم من النوم عشان يوريهم البطة اللي ماتت اللي مكتوب عليها اسم فينهونج وبيعرفهم ان فينهونج هيتعاقب على اللي حصل بطته لانه فشل في الاختبار وساعتها بيكون الكل مصدوم وده لان فينهونج هو الوحيد فيهم اللي بيفهم في طريبة البط ومستحيل تكون بطته اللي ماتت فبيانهار فينهونج وبيدخل في نفس الحالة العصبية اللي دخل فيها قبل كده وبيحلف ان دي مش بطته لكن امن مش بيصدقه وبيطلب من فوبان يحبس في غرفة الاقاب وبيعتارت زمال فينهونج على اللي حصل لانهم مش مصدقين ان دي بطت فينهونج وتانيهم بيفرح الطلبة لما بيلووا الاكل حلو ومميز وبياكلوا وهم فرحانين جدا ولكنهم بيتصدموا انهم بياكلوا لحمة البط الصغير اللي هم ربوه فبتطلب منهم يعني انهم ياكلوا منسوكات عشان لو ما اكلوش اكلهم كله هيتعاقبه فبيقوموا كلهم وبيسيبوا الاكل وبيروحوا للمكان البط عشان يشوفوه لكنهم ساعتها بيتأكدوا ان اللحمة اللي اكلوها هي لحمة البط لان البط كله مش موجود في القفص وان فعلا ياني وامن قتلوا البط وما كانوش بيجذبوا وساعتها بتقرر ويت انها تعمل اضراب وما تحضرش الدروس وبعدها بشوية بيروح لهم براسات وبيزعق لهم عشان قاعدين ومش بيحضروا الدروس ولما بيحاولوا يهربوا منه بيلاقوا فبان واقف بالعصايا وبيضرب ساعتها واحد منهم فبيخافوا كلهم وبيدخلوا يحضروا درس التاريخ بتاع براسات وساعت هوايت بتقولوا انهم بيتعاملوا معهم زي المساجين لكن براسات بيتجهل كلامها وكلام الكل وبيبدأ الدرس بتاعه وبيقولهم ان الانسان هو اخطر عدو لنفسه وبيوزع لكل ورق عشان يكتبوا فيه اعترافاتهم لو اخطأوا في حق حد قبل كده فبيهددوا جان ان هيقول لبابا على التجاوزات اللي بتحصلهم في المدرسة وده بيخالي براسات يسخر منه وبيفكروا انه لسه مش هيشوف بابا او اي شخص من اهله لبعد ثلاث سنين وتاني يوم بتصحى ماكي ابن نوم مغضوضة بسبب الكابوس وفجأة بتلاقي الساعة بقت سبعة لربع وباقي ربع ساعة بس على بداية التمرينات فبتحاول انها تصاح باقي زميلها عشان يلحقوا التمرينات وما يتعاقبوش لكنهم بيكونوا كسلانين يقوموا فبتلبس هدومها بسرعة هي ووايت وفوجه وبينزلوا للغابة ولما بيوصل شيب بيطلب منهم يجروا في عشر جولات ولما يخلصوا الجولات بتاعتهم كلها هيجروا مكان صحابهم اللي تغيبوا عن التمرينات فبيتصدم لكل ساعتها لكنهم بيضطروا ينفزوا طلب شيب عشان هيعقبهم لو رفضوا ووقت الاكل بيلاقي الطلب الاكل ناية ومحروق فبيرفضوا انهم ياكلوهم وساعتها بتيجياني وبتفكرهم انهم لو ماكلوش الاكل اللي قدامهم مش هيلاوي اكل تاني ياكلوهم فبياكلوا اكلهم بغضبا عنهم ومزكتين وبعدها بيروح وايت وماكي يتكلموا معاني وبيطلبوا منها انهم يشوفوا فين هونج ويتطمنوا عليه فبتعرفوا منه بيتعالج دلوقتي لانه اضطرب ونهارا كتر من حبزته لوحده وبتسيبهم وبتمشي على طول وبعدها بتبدأ المعلمة دي لاس او الحصة لها مع الطلبة وبيكون قدام كل واحد تيهم ورقة اسئلة وبتطلب منهم يجاوبوا على كل الاسئلة اللي في الورق وده هيكون خلال خمزاق بس وبتنبه عليهم ان اللي مش يعرف يجيه وبهيتعاقب وساعتها بيحس مورك ان فين هونج محظوظ عشان محبوسه متعاقب لانه مش مضطر يتعامل مع المدرسين ويحضر دروسهم الغريبة وفي الاسناء دي بيكون فبان مع فين هونج وبيديله حلويات عشان يأكلها لكن فين هونج بيرفض وبيخاف جدا فبيقرر فبان يخليها كلها غزبا عنه وبيحبسه بعدها وبيخرج وفي نفس اللحظة دي بينهار فين هونج تاني وبيفتكر وقتها باباو لما كان بيعاقبه وبيحبسه طول الوقت وبيزعق له وكان بيزعق لمامته عشان بتدفع عنه ورفض انه يتحبس وفجأة بيلاقي ما كواية داخلين عليه وبيحاولوا نهم يهدوه وبيدول المعجنات اللي بيحبها فبيقولهم ان يوم الاربع الاكل في المدرسة بيكون حلو ومميز زي ما قالهم المدير امن اول يوم فبتستغرب وقيت ان فين هونج زاكرته قوي قوي كده فبيعرف ان برضو امن استغرب زيها وقالوا ان زاكرته ممكن تكون سلاحه لكنه مفهمش قصده وبيحكي لهم ان البطة اللي ماتت متأكد انها مش بطته وده لانه كان معلم كل بطة بعلامة مميزة فيها وبطته الوحيدة اللي كان في رجليها نمش اما بطت وايت فمنقرها كان حد عن اي بطة تانية فبتسألهم ماكي اذا كان يعرف البطة اللي ماتت دي بتاعت مين فبيقولهم انه مش فاكر بتاعت مين بالتحديد لكنه متأكد انها مش بطته فبيصدقوا ماكي وايت وبيفهموا ان ده ممكن يكون فخ من العاملين في المدرسة وبتروح وايت بعدها وهاية متعصابة عشان تتخانم مع براسات وبرابون وبتتهمهم انهم افتروا على فين هنج لكن ساعتها ماكي بتسكتها وبتعتذر للمدارسين الاتنين عن اللي وايت قالته وبتقولهم انها مضطربة ومش متزنة بسبب العقوبات الكتير اللي حصلت وبعدها بيقعد ماكي وايت معناه وتبيته بيلحظوا انه وايت مدائقة جدا عشان فين هنج فبتحكي لهم انها تعرضت للفترة قبل كده من عامتها واتهمتها انها متورطة في موت باباها وبسببها وسائل الاعلام كلها بيتكلموا عنهم وفضلت ساعتها تدفع عن نفسها كتير لكن محد صدقها ده غير ان المدارس بتاعها برضو افترق عليها وكدب وقال للكل انها كان بتحاول تتقرب منه وده ما حصلش وبرده محدش صدقها وبنفهم وقتها ان الموضوع ده عمل لواية مشكلة نفسية وبتقولهم ماكي انها حاسة ان البطة دي بتاعت حد منهم وهو اللي بدلها ببطة فين هنج فبيقرروا انهم يدوروا على الشخص اللي عمل كده والتاني يوم على الفطار بيدي فوبان لجنجاي الاكل بتاع فين هنج وبيعرفها ان مهمتها كل يوم هي توصيل الاكل ليه ولما بتسأله عن سبب اختيارها هي بالتحديد بيعرفها ان ده امر من المدير امن فبتضطر الجنجاي تنفذ الطلب بدون اعتراض وبتروح لفن هنج في المكان اللي محبوس فيه عشان تديروا الاكل بتاعه وبعدها بتلاقي جنجاي ماكي بتتهجم عليها وبتمسكها من ايدها وبتعرفها انها عارفة البطة الميتها بتاعت مين وانهم هيفضلوا يتعاقبوا بسبب الكتبة اللي كتبتها ياه وشركة وبيجي هجو في الوقت دها وبيدفع عن جنجاي فبتسيبهم ماكي وبتمشي وبعدها في وقت التمرينات بيكون الكل تعبان بسبب ضغط شيب عليهم ومش عايز حد منهم يرتاحوا الى الكل هيتعاقب زيادة وبتقرر ماكي ساعتها تواجه هجو قدام الكل وبتقولهم انهم بيتعاقبوا بدون سبب طول الوقت بسببه علشان يفترع على فن هنج وخط بطته منه وحط مكانها البطة الميتة بتاعته فبتهجي مفوجي على هجو من صدمتها وبالليل بتقرر جنجاي هيا وهجو انهم يعترفوا بكل اللي حصل وبيحكي هجو انه غير بطته الميتة مع بطة فن هنج فعلا وبدل الاسامة عشان محدش يكتشف اللي حصل فبيفاجئهم امن انه عارف كل ده وانه كل البط اللي ربوليس عايش وانه فضل ساكت واعقب الكل عشان عايزهم يتعلموا الدرس وهو انهم لازم ما يسمحوش للمجتمع بمعاقبة الابريق ظلم ويفضل ورا الحقيقة الحد ما تظهر وبيبلغهم ان العقاب الجماعة هيوقف دلوقتي وهيخرج فينهم جي من الحبس وبيطلب من الكل انهم يطلعوا للغرف عشان يناموا وتانيوم الصبح بيروح هجو وجنجاي اللي فينهم جي بعد ما خرج عشان يعتذروا له فبيقبل ساكت اعتذرهم على طوله بيسمحهم وبعدها بيتجمع الكل في غرفة الاجتماعات وبيتكلم امن مع ماكي وبيقرر يعينها رئيسة الطلبة لمدة التلات سنين اللي هيعودوا فيها في المدرسة فبيتصدم الكل وقت من الخبر حتى ماي وفي الوقت الحاضر بيكون امن قاعد مع ماكي وبيعرفها انها من دلوقتي هتساعد المدرسين في مرابط زميلها وتشوفهم ماشيين على القواعد بتاعت المدرسة ولا لا فبتسألوا ماكي عن السبب اللي خلاه يختارها هي بالتحديد فبيقولها انها بتفكروا بطالب كان عنده زمان اسمران وبالليل بيصحى الطلبة كلهم من النوم عشان امن عايز يجتمع بيهم وبيعرفهم انه قرر انهم يروحوا اسبوع للبيت وساعتها بيفرح الكل جدا لكنه بيفجئهم ان الشخص واحد بس منهم هو اللي هيكون محظوظ الاسبوع ده والشخص ده اللي هيحدده هي نتيجة تصويت زميله ليه فبيتضايق الطلبة وبيحسوا بالتحدي ناحية بعض وتاني يوم بتطلب منهم المعلمة بربون انهم يكتبوا رسالة الاهليهم عشان المدرسة هتبعتها الاهل كل واحد فيهم بوكرا فبيستغرب الكل من طلبها وبيعرفوها انهم ممكن يعملوا ده من خلال موبايلاتهم لان كتابة الرسائل وسيلة التواصل قديمة جدا لكن بربون بتقولهم مقتها ان الرسائل هتعلمهم يتعمقوا اكتر وما بيكتبوا لغير انهم هتعلموا اهمية الانتظار واسناء ما الكل بيكتب رسالته بتفتكر فوجي باباها ومعاملته ليها وانه كان دايما قاسي معها بسبب خناقتها الكتير مع زميلها في المدرسة وبنعرف ان ده السبب اللي خليه دخلها المدرسة الداخلية وبعدها بيكون كل الطلب قاعدين سوا وبتسألهم ماكي من اكتر حد فيهم حابب يرجع للبيت فبيرفع الكل ايديه ووقتها بتفهمه من اللي هيرجع للبيت هو اكتر شخص عنده سبب قوي لرجوعه فبتتكلم به وبتقول انها عايزة ترجع لباباها عشان عيش وحيد وعمرهم ما بيعضوا عن بعض اما فنجي فبتقول انها عايزة ترجع للبيت عشان تهدى واتبطل قلق وخوف لان ماميتها يا شخص الوحيد اللي بيطمنها ولما بيقترح هو جنوميت نفسه سوا واللي يفوز هو ليرجع البيت بترفض فوجي اقتراحه لان الكل مش في نفس مستوى القوة والزكاء وبالليل بيحاول مكي انه يقنع فيهم هنجن ويصواطله وساعتها بيقولهم جان ان اللي هيصواطله هيديله مليون بيت واللي بتبقى عاملة تايلان فبيتصدم لكل وقتها فلوس دي مش هيستخدمه غير بعد ثلاث سنين وقتها مش هيكون فيه حد تاني غيره منتفع بالصفقة دي وتانيوم الصبح بيكون البنات قاعدين سوا قدام البحيرة وبيجي مكي ومعها مية للكل وبيحاول يتعامل معهم بلطفة عشان يدلوا صوتهم وفي نفس اللحظة دي بيشوفوا اخو التوقع مورك وبيترى عليه وعلى اللي بيعمله وانه مش معه مليون بيت زي جان عشان يرشي الكل بيها فبيتعصب مكي منه وبيتخاني معاه لكن مكي بتسكتهم وبتكون عايزة تفهم من مورك موضوع الفلوس اللي جان بيرشي بها زمائلهم فبيحكي لها اللي حصل وانه جان هيدي مليون باتل اللي هيصواطله فبتقولهم وايت انها عايزة تدي صوتها لفين هونج لانه اكتر حد محتاج يرجع للبيت شوية خصوصا ان الصحيته مش في احسن حالتها وبعدها بيحاول جان انه يرشي وايت عشان تديله صوتها لكنها بترفض فبيقرر يزود الفلوس لكن وايت بتفضل برضو مصممة على رفضها وبتعرفه ان الفلوس مش بيشتري كل حاجة زي ما هو فاكر فبيتخاني معا جان ساعتها وبيجي في اللحظة دي ناي وبيدفع عنها وفي الاسناء دي بتقع فنجة على الارض وبيغم عليها فبياخدها زمائلها لغرفة التمريد وبتكون وقتها منهارة وبتندق على مامتها فبتتدق بيه عشانها وبتقول زمائلها انها هتدي صوتها لفنجة عشان تروح تشوف مامتها ولما بيمشي الكل وبتفضل فنجة لوحدها بنكتشف انها كبتمثل انها مريضة عشان تستحضف زمائلها وتخليهم يصوتوا ليها وبتفتكر فنجة بعدها لما كانت بتروح لمامتها وفرحانة بالجوازة اللي كبتتاخدها في المدرسة وكانت مامتها في كل مرة بتتجهالها ومش بتهتم بيها فقررت انها تعور نفسها عشان تجزب اهتمام مامتها ليها وتانيوم بتطلب فنجة من تابيت وفنهنج يساعدوها في تحضير اكلها لانها لسه تعبنة ومش قادرة تتحرك كتير فبيوافق تابيت وبيطلب منها تقعد ترتاح وهم هيجهزولها الاكل اللي هي عايزة لكن فنجة بترفض تقعد وبتعرفوا انها تساعدهم في تقطيع الخضار وبتتعمد وقتها انها تعور نفسها بالسكينة لكن من سوق حظها بتكون فوجي وقفة بعيد وبتشوف كل اللي حصل وبتسمعوها بتعايت لتابيت وفنهنج عشان مامتها وحشتها وبتفهم ساعتها ان فنجة بتتلعب بالكل عشان تكسب تعطفهم وتاخد الاصوات لصالحها بسهولة وبتكون فوجي مصدومة في الوقت ده من اللي فنجة بتعمله وبعدها بتقرر فوجي انها تواجه فنجة وبتطلب منها تبطل تتظهر بالضعف عشان تستعطف زميلهم فبتمثل فنجة انها مش فهمة قصدها وساعتها بتفاجئها فوجي انها كانت واقفة بعيد من شوية وشافت لها عملته مع تابيت وفنهنج وبتمسك صباح عشان تخلي الدم ينزف اكتر كاعقاب لها على لقمها لكن بتيجي بيه وقتها وبتتخانم مع فوجي وبتكون متضايقة منها عشان بتتخانم مع فنج وهي مريضة فبتعرفها فوجي انها بتمثل عليهم لكن بيهو مش بتصدقها وبتاخد فنج معها وبتمشي وبعدها بشوية بيلقوا الطلبة فنج متعورة في دماغة ومغم عليها وبياخدوها تاني لغرفة التمريد ولما بتفوق فنج بتلاقي المعلمة برابون قاعدة جنبها وبتطلب منها انها تتكلم معها لو في حاجة عايزة تقولها فبتقولها فنج انها بتكره نفسها عشان ضعيفة ولو كملت في المدرسة هنا ممكن تموت ده غير ان مامتها وحشقة ونفسها تشوفها فبتعرفها برابون ان مامتها اصلا عايزها تكمل في المدرسة وما ترجعش دلوقتي فبتتصدم فنج وقتها وتاني يوم الصبح بتعلن يعني للطلبة ان الاسم اللي اخد اكبر عدد من الاسوات وفنج فبتفرح فنج جدا ساعتها في حين ان فوجي بتتصدم وبتتدايق وبتقرر انها تعترض عن نتيجة وبتقول يعني ان فنج ما تستحقش تكسب لانها كدبة وغشاشة لكن الكل وقتها بيفتكر فوجي غيرانة وبيتهمها هوجو انها بتفتري على فنج وفي نفس اللاحظة دي بيدخل امن عليهم وبيسأل فوجي اذا كانت لسه مصرة ان فنج بتمثل وكدابة فبترد عليه وتقول انها بتقول الحقيقة اما فنج فبتقول انها كمان مش كدبة وبتقول الحقيقة وبيقرر امن ان يعرض عليهم تسجيلات كاميرات المرأبة اللي ما كانش حد عارف بوجودها في كل الارجاء المدرسة من جوة وبيشوفو فنج ويبتخبط دماغها بحاجة حد عشان تعور نفسها ويغم عليها وبيتصدم الكل ان فنج فعلا كدابة ونفوجي ما كانتش غيرانة منها ولا حاجة فبتنار فنج وبتتهم امن انه كدبه وكمان وبتطلب من بيو الدفع عنها لكن بيو بترفض وبتقولها انها كدبت عليها يا كمان زي الكل بالرغم من انها صداقتها المقربة فبيقول امن للطلب ان التصويت تلغى وما حدش منه مايروح للبيت وده بيخلهم يتدايقوا جدا وبيتهموا فنج انها السبب في كل اللي حصل وبتكون فوجي وقتها عايزة تضربها عشان لسه مستمرة في الكدب والتمثيل لكن وايت بتمنعها وبتعرفها ان حتى لو فنج غلطانة ولقيمة ماينفعش تمدي ايديها عليها وبيمشي الكل في الوقت ده وبيسيبوا فنج لوحدها وبعدها بتتكلم ماكي مع البنات وبتطلب منهم مايعملوش فنج وحش والتمثيل لكن وايت بتطلب منهم يدوا فنج فرصة للاعتذار وبعدها بيكتشف الطلب ان فنج اختفت ولما بيدوروا عليها بيلقوها وقفة عصور وعايزة تنتحر فبيحاول تبيت انه يتكلم معها ويهديها عشان تنزل وبيقرب منها ساعتها وبيحضونها وبعدها بتعتذر فنج من بيهو على عملته وبتطلب منها يرجعوا صحاب تاني لكن بيهو بتسيبها وبتمشي فبتقول ماكي لفنج انها ما تزعلش من بيهو لان بعد شوية هتنسى اللي حصل وهتسمحها وبيطلب منها تبيت انها تتعلم من اللي حصل وما تكرروش وفي الاسناء دي بيكون امن بيتفرج على الطلبة من خلال كاميرات المرأبة وبتتكلم معياني وقتها وبتقوله انها حاسة ان الدروس اللي بيعلموها للطلبة صعبة وخايفا الموضوع يتطور ويقرج برخطتهم خصوصا ان الدفعة دي غير اي دفعة مرت عليهم وقال انا يحصل زي ما حصل مع رون فبيتعصى بامن من كلامها وبيفكرها من رون هو اللي فشل وبعدها بتجتمع يعني بالطلبة عشان تبلغوا من عندهم امتحانات بكرة فبيستقرب الكل ساعتها لانهم لسه ما خادوش اي حاجة فبتقولهم ان الامتحان ده هيكون مختلف لانه كل واحد فيهم هيبين فيه مهارته الاساسية وبالليل بيقعد تبيت يذاكر كل المواد وبيسخر منه ميك وقتها عشان سواء نجح او صيط برضو مش يخرج من المدرسة دي فبيعرفوا تبيت انه بيذاكر عشان مش فشل زيه وتاني يوم بيقول امن للطلبة ان الاختبارات هتكون في المادة اللي كل واحد فيهم شايف نفسه متفوق وزكي فيها وهيكون فيه ثلاث جوالات للمتحان ده واللي هيكسب هتكون جايزته موبايل عشان يكلم منه اهله واصدقائه وبيعرفهم ان طالب واحد بس على مر السنين قدر يكسب في المتحان ده فبتسأله مايك عن اسم الطالب وقتها بيفجئها النوران وبعدها بيبدأ كل طالب يمتحن في المادة اللي شايف نفسه متفوق فيها وبيكون امن قاعد بيتفرج عليهم من خلال كاميرات المرقبة وفي الاسناء دي بتكون وايت اختارت مادة العلوم والراضيات مع المعلمة دالس وبيكون معاه فين هونج وهوجو وجنجاي وبيستغل لهوجو وجنجاي فين هونج عشان شاطر وبيعودوا جنبه عشان يغشوا منه فبتستغرب وايت من تصرفهم لكنهم بيفكروها ان المدرسين والمدير امن هلقولهم ان مسمح لهم يستخدموا اي طريقة للنجاح في المتحان فبتطلب وايت من ديلاست النعم عن الغش عشان ده تصرف غير صحيح لكن ديلاست بتعرفها ان كل واحد حر في اختيار الطريقة اللي عايز ينجح بيها وده بيخل وايت تدقيق اكتر وفي نفس الوقت ده بيكون نايم وشارك في امتحان التاريخ مع المدرس براسات وبيفتكر وقتها كلام بابا لي لما قاله انه لازم يكون دايما ناجحه في المرتبة الاولى لان محدش بيقبل اي حد في مرتبة اقل من الاولى واتخانق مع وقتها عشان كان سقط في امتحانه وقاله انه فاشل عمره ما ينجح وبنشوف تبيت هو وماكي وفنجي في امتحان اللغة معيني وبيقرر تبيت انهم يساعدوا بعض وينجحهم التلاتة فبتوافق ماكي هي وفنج ولما بيخلص وقت الامتحان بيبلغ براسات ناي انه نجح واخد اعلى درجة في المجموعة اما في مادة العلوم والرياضيات بتبلغ ديلاس الكل انهم نجحوا وجابوا الدرجة النهائية فبيفرح وجو جنجاي جدا مع دواية بتكون متضايقة عشان البقية نجحوا بالغش ووقتها ياني بيتبلغ تبيت وماكي وفنج انهم التلاتة نجحوا فبيفرحوا جدا انهم نجحوا سهوا وقدروا يساعدوا بعض وبالنسبة لكل طالب سقط في الامتحان بيرسم كل مدارس على جبين وعلامة اكس وبيتكلم وقتها امن من خلال الميكروفون معهم وبيطلب من الطلبة اللي نجحوا انهم يروحوا يحضروا درس المعلمة برابون ويستعدوا للجولة التانية اما الطلبة اللي فشلوا في الامتحان بيطلب منهم يروحوا لغرفة الاجتماعات ولما بيروح الطلبة اللي نجحوا لبرابون بتطلب منهم يغيروا هدومهم ويطلعوا الجنينة وبعدها في الجنينة بيلقوا كراسي محطوطة عشانهم وبتعرفهم بربون ان بمجرد ما الموسيقى توقف لازم كل واحد يقعد على كرسي والمشايل حق يقعد هيكون سقط في الامتحان وبتقولهم ان اللعبة ملاش قواعد ومسموح باستخدام اي اسالي بتخليهم يفوزوا وينجحوا وفي نفس اللحظة دي في غرفة الاجتماعات بيكون الطلبة اللي سقطوا عادين سوا وبيتفرجوا على زميلهم اللي نجحوا وهما بيكملوا الجولة التانية في الجنينة ولما بتبدأ اللعبة بيتفق الكل انهم يزقوا هوجو وجنجاي عشان يخليهم يخسروا وده لانهم غشاشين وعايزين يستخدموا العنف ضدهم لكن ساعتها بيتبقى كرسي واحد فبياخدوا هوجو وبيخون جنجاي وبيحاول ان يقلب الكل على وبيفكرهم بالكتبة اللي كتبتها فبتهجم جنجاي عليها وبتوقعها من على الكرسي وبتاخدوا منها وبتتخاني قوية مع جنجاي بسبب اللي عملته وبينهار في الوقت ده بسبب صوتهم العالي فبيقرر تبيته انه يكسر الكرسي اللي قاد عليه وبيقولهم ان مادام الامتحان هيخلهم يتعاملوا مع بعض بالطريقة دي يبقى الاحسن ان ما حدش نجح فيه وده بيخلي الكل يثور وبيتخانقوا سوا وبتحاول فنجي انها تهدي فنهنج عشان متوتر وخاف جدا بسبب الصوت العالي وبتزعق ماكي للكل عشان يبطلوا خناق وبتعرفوا من اللي بيعملوه ده مش هيساعدهم في النجاح وبتطلب منهم يبدأوا تاني من الصفر لكن المراضي من غير غش لكن جنجاي بترفضه بتكون مصيرا ان فنجي تخرج برا المتحان وتسقط فبتهددها وايت انها لو ما بدأتش من البداية هتكسر كل الكارسي والتبيت فبتضطر جنجاي انها توافق ولما بيبدأوا من البداية بنكتشف ان ماكي وتبيت ونايو وايت متفقن يخرجوا هوجو وجنجاي وبيزقهم وبيضربهم عشان ما يقعدوش على ولا كرسي ولما بتتغلب جنجاي على ماكي بيتدخل فنهنج وبيزقها عشان يخلي ماكي تقعد الاول على الكرسي وما بيفضلش ساعتها غير كرسي واحد بس فبيتخنى عليه هوجو وجنجاي لكن في نفس الوقت ده بتقف الموسيقى وبيخسرهم الاتنين عشان ماحدش فيهم لحي يقعد على الكرسي وبيكمل البقية لامتحان وبتشتغل الموسيقى تاني لكن فينج وقتها بتقرر تخلي نفسها تخسر عشان ما تستحقش تنجح وحد فيهم يسقط وشايف ان ده افضل يقاب ليها على اللي عملته معاهم وبعدها بتطلب بربون من البقية انهم يشيلوا كل الكراسي ويسيبوا كرسي واحد بس في النص واللي هيقدر ان يقعد عليها يكون هو الناجح وبتفكرهم انهم يقدروا يكسبوا بالطريقة اللي شايفينها مناسبة واول ما الموسيقى بتشتغل بتطلب ماك من الكل ان ماحدش يقعد على الكرسي فبيستغربوا ساعتها من طلبها وبتعرفهم ان المعلمة بربون قالت انهم ممكن يكسبوا بأي طريقة واللعبة دي اساسها القعدة لكن المعلمة ما حددتش القعدة دي لازم تكون على الكرسي ولا في اي مكان تاني وفجأة بتقعد على الارض وبيقعد ساعتها الباقي زيها وما كمان على الارض فبتسقفلهم بربون عشان اسكية وقدروا يلاقوا اسلوب عادل وغير عنيف عشان يكسبوا كلهم وبتعرفوا من التفكير والتحليل هو اهم حاجة في التصرفات وانهم كده وصلوا لاخر جولة في الامتحان والجولة الاخيرة دي هتكون في مكتب المدير امن وبعدها بيروح الطلبة لنكهن لمكتب امن وبيقول لهم ان الامتحان ده عبارة عن مجموعة اسئلة التحدي وما عندهمش غرور فرصة واحدة بس للاجابة ولازم يجاوبوا في خلال ساعة واحدة بس ولما بيشوفوا الطلبة ساعتها ورقة الاسئلة بيستقربوا جدا لان الورقة فاضية وما فياش اي سؤال فبيسألوا امن فين السؤال اللي هيجاوبوا عليه فبيعرفهم انهم لازم يلاقوا بنفسهم وبيفكرهم انهم لازم يفكروا كويس جدا عشان ما عندهمش غير فرصة واحدة بس للاجابة وبعدها بيقعد تبيت ولكل ساعة وبيفكروا ازاي هيجاوبوا على سؤال مش موجود وبيحسوا ساعتها باليأس لكن بيفكر كل واحد فيهم في فكرة وبيشوكوا ان السؤال مكتوب بحبري سري فبتقرر وايت تروح تبيلي الورقة بتاعتها مية عشان السؤال يبان لو مخفي لكن الورقة بتاعتها بتبوش وبتتقطع اما فين هونج فبيجرب يحرقها لكن برضو ما بيظهرش اي حاجة ولما بتعد الساعة بيروحوا الطلبة لمكتب امن وبيسأل كل واحد فيهم عن الاجابة فبيرد عليه فين هونج وبيقولوا ان الاجابة هتكون فارغ وده عشان الورقة فاضية وما فيش اي حاجة تذكروا تاني ويحاولوا وبعدها بتقول وايت لزميلها انها حاس ان امن بيتلاعب بهم عشان اكيد اي حد لو كسب هيكلم اهله ويطلب منهم يخدوه من المدرسة فبيقولها ناي ان لو اتصل ببابا هيسألوا ليه دخلوا المدرسة دي وبيقول تابيت انه هيتصل بمامته عشان مفتقدها وعايز بس يتطمن عليها عشان مريضة وبيعرفهم انه مش عالا غنية زي البيئية وان المدير امن جالهم البيت وعرض على مامته يدخلوا المدرسة بتاعته ببلاش وطبعا مامته وافقت وفرحت جدا عشان عايزة يكمل تعليمه في مستوى عالي وفي مدرسة من اشهر المدارس وافضلهم اما ماكي فبتقولهم انها مش مستنية تنجح عشان اصلا ملاش حد تتصل بيه او تكلمه وده لانها يتيمة وعيشة في دار الايتام وبتقولهم انها حاسة انهم لو تعاونوا سوا يلاقوا الاجابة والسؤال كمان وبعد تفكير طويل وتحليل من الكل بيكتشف تبيت انهم لازم يسلموا الورقة لصاحبها اللي هو امن ان الورقة فارغة في الاساس ويمكن ديها الاجابة الصحيحة فبيروحوا المكتب امن وبيسلمهم الاربع الورق اللي معاهم وبيعرفوا ان الورقة ملوش لازمة مدام فارغ ومش مكتوب في اي حاجة وبيكونوا توصلوا ان امن كان عايزهم يتعاونوا سوا ويفكروا ويحللوا قبل ما يتسرعوا فبيقولهم امن هو سعيد انهم اسكية وقدروا ويتوصلوا للي هو عايزوا وان الاجابة اللي كان عايزها هي انه يشوفوا مستفادوا من الدروس اللي مروا بيها في المدرسة وبيطلب منهم يفكروا مين فيهم اللي ياخد الجايزة وياخدوا الموبايل عشان يعمل المكالمة وساعتها بيختار ماكي وناي وويت ان تبيت هو اللي ياخد الجايزة ويتصل بمامته ويتطمن عليها لكن تبيت ما بيرضاش يتصل بمامته وياخد الجايزة على حساب صحابه لانه نجح بسبب مساعدتهم وتعاونهم وها بيقولهم امن ان دي اول مرة في تاريخ المدرسة ينجح فيها اربع طلاب في نفس الوقت وبيعرفهم انه فخور بيهم جدا وبيتمنى يكونوا فيهم الهدف من المدرسة بتقدموا وفي نفس الوقت ده بيكون ياني مع طلبة لسيقته وبتقولهم انهم خسروا عشان انانيتهم وجريوا وورا رغباتهم وطمعهم وخلاهم يفكروا غلط ويتصرفوا بسرعة وبعدها بتتكلم المعلمة بربون مع امن وبتسأله ازا كان قرر يستخدم العلاج على رون فبيعرفها انهم خلاص هيبدأوا فيه وساعتها بيبنى على التوتر وبتسأله هيعملوا ايه لو العلاج دمر حيات رون او تسبب في موته فبيتعصب منها امن وبيقولها انه عارف وبيعمل ليه ومش مستني توجيهات او نصائح من حد وفي نفس الوقت ده بيكون مع وايت وتبيت وناي وبتقولهم انهم ما اخدوش اي حاجة من الامتحان اللي نجحوا فيه زي ما كانوا متوقعين لكنهم كذبوا افضل شيء ممكن يحصل اي شخص وهي الصداقة اللي نشأت ما بينهم فبيفرحوا كلهم ساعتها لانهم كمان حاسين بالسعادة بسبب صداقتهم ببعض وفجأة بتشوف ماكي بربون وهي خارجة من عند امن بتجري فبتقرر انها تروح وراها وترايبها لكن بيروح تبيت وراها وبيحاول يرجعها لان اللي بتعمله ده خطر وممكن يعرضها للعقاب فبتقولوا ماكي انها بتدور على اخوها وده السبب اللي خالها تسعى وورا انها تاخد المنحة الدراسية وتدخل المدرسة دي لان اخوها كان طالب هنا اصموا ران وبنشوف في نفس اللحظة دي ران هو محبوس في غرفة في القبو وبيروح له امن عشان يعرفوا ان فيه طالبة في الدفع الجديدة بتفكروا بيه وبيفكر يخليهم يقابلوا بعض وبيقولوا ان اسمها ماكي فبيتصدم ران وبعدها بنشوف امن هو مغطي وشي ران وبياخدوا المكان مهجور شبه المستشفى وبيكون بربون وبرسات موجودين وبيفضل ران يتكلموا منهار وبيقولهم انه مش مجنون ومش محتاج لأي علاج ووقتها بتشرح ماكي لتبيت انها شكة ان فيه سر مستخبي ورا المدرسة وان اخوها اكيد محبوس في مكان سر فيها فبيعرفها تبيت ان لو كلامها ده صحيح يبقى مطردتها للمدرسين في خطورة كبيرة عليها لكن ماكي بتقولوا انها مستعدة خاطر بحياتها عشان تلايران وفجأة بيلوف وبان جاي عليهم لكنهم بقدروا يستخبوا قبل ما يشوفهم وتاني يوم الصبح بيكون الطلبها في درس المعلمة دي لس وبتطلب منهم يكتبوا تقرير عن الكيميا واهميتها بالنسبة للعالم وبتعرفهم انهم هيعودوا يشتغلوا سوا على التقرير في مجموعات وبعدها بيكون تبيت وماكي قاعدين سوا وبيتكلموا سوا عن ازاي ممكن يعرفوا مكان ران من غير ما حد يحس او يشوك فيهم وبتلاحظ زياني انه هوجو وجنجاي قريبين من بعض وفي بينهم اعجاب وده بيخليها تدخل وتزعق لهم وبتقرر انها تحط قوانين جديدة في المدرسة وهي ان ممنوع ان يحصل ما بين اي طالب وطالب ارتباط وان لو حد فيهم خالف القواعد وتحديدا القاعدة دي هيكون الاعقاب عسير فبيتداي وقطات طلبة كلهم وبالليل بتتكلم جنجاي مع بي وفوجي عن الشباب اللي معيهم وانها تقدر تسحرهم بجمالها وترتبط بهم كلهم لو عايزهم ما حدش في المدرسة هيقدر يمنعها فبتقولها فوجي انها انسانة مريضة وبتبعد عنها وبتقضل وحدها وتاني يوم الصبح وقت الدراسة بتتعصب فوجي على جنجاي تاني بسبب انها مش بتساعدها في التقرير المطلوب وطول الوقت قاعدة تبص على الشباب ومجهولة بيهم فبتقرر ساعتها تحرجها قدام الكل وبتقولها انها تفها ومش بتفكر في اي شيء غير الشباب وبس فبتدق منها جنجاي بسبب اللي قالته وبتعرفها انها حرة في تصرفاتها ومش من حقها تعلق عليها او تقولها تتصرف ازاي فبتستفزها فوجي اكتر وبتسألها ازا كان اهلها عندهم علم بتصرفاتها فبتتصدم جنجاي من سؤالها وبتستماري فوجي في اهانتها وبتتهمها انها بتدور على الاهتمام واكيد السبب في ده اهلها عشان ما اعرفوش يدوها الحب والحنان في البيت فبتهجم جنجاي على فوجي وبتضربها وبتحذرها تجيب سرة اهلها تاني وبيحصل بينها وبين فوجي يصراعا يفو بيدخل في الوقت ده زمائلهم عشان يبعدهم عن بعض وبعدها بتكون جنجاي اعدل وحدها وبتفتكر باباها وتصرفاته معيها وانه اخدها معا في مرة وهو بيقفش مامتها بتخونه عشان يهنها ويدربها قدامها ولما دفعت جنجاي عنها اتهمها انها زيها وبنفس اخلاقها وتفاجئت ان مامتها مش عايزيها وطلبت منها ساعتها تمشي وتبعد عنها يا كمان لانها ما صدقت تخلص منهم وبيجي وقتها هوجو بيفوق جنجاي من ذكرياتها لكنها بتطلب منه يسيبها اعدل وحدها فبيتجاهل هوجو كلامها وبيقعد جنبها وبيقولها اني مفيش مشكلة لما تبين ضعفها في مرة خصوصا وهي معايه فبتتكلم معا بصراحة وبتعرفونها عمرها ما حست ان في حد بيحبها او انها مهمة عند حد حتى باباها ومامتها ما بيفكرش فيها والعمرهم حبوها حتى فبيحاول هوجو وقتانه يدحكها عشان يواسيها ويخليها ما تفكرش في الحاجات السيئة وبعدها بنشوف بيو وهي رايحة تقعد مع وايت وناي وبتشكلهم ان ميك ومورك مش بيساعدوها في التقرير وحب تشتغل معهم عليها عشان مش تعرف تعملوا لوحدها فبيوفق انهم يساعدوها ولما بيقوم ناي بتسأل بيه وايت ازا كانت هي وناي مرتبطين فبتتفاجئ وايت من سؤالها وبتستغرب وبتسألها ليه بتسأل سؤال زي ده فجأة فبتعرفها بيه وهي مكسوفة ومتوترة انها معجبة جدا بناي وحس انها بتحبه بجد فبتتصدم وايت لكنها بتدري صدمتها وبتقوله بيه ان المدرسة منعت الارتباط ده غري نوم في المدرسة عشان الدراسة والوقت مش مناسب للعلاقات والحب وبيرجع ناي تاني في نفس اللحظة دي فبيضطر وايت وبيه نوم يسكتوا وبعدها بتفضل بيه طول الوقت قاعدة مع ناي ووايت وبتتكلم مع ناي عن الحاجات اللي بيحبها عشان تقدر تتقرب منه اكتر وده بيخلي وايت تحس بالغيرة وبتتدايق وساعتها بيقول ناي لبيون وبيحب البنات اللي زي وايت لان شخصيتها حلوة فبتستغرب بيه من اللي قاله وبتدايق وبالليل بيكون هوجو وفوجي قاعدين ساوا قدام البحيرة وساعتها بتقول فوجي لهوجو انها معجبة بيه فبيعرف ان هو كمان معجب بيها وبتقرر تحكيله عن اللي ممتها عملته معيها وانها من ساعتها ما بقيتش عارفة تحب حد تاني فبيحكي لها هوجو ان هو كمان اهلو مش بيحبوه ورميينو مش بيسألو فيه ومن وقتها وبيشوف ان العالم غير عادل لكنه من ساعت ما شافها ما بقاش بيحس ابدا فبتفرح جنجاي وقتها جدا وبنكتشف ان الفبان واقف بعيد وبيرائبهم وفي نفس الوقت ده بتكون ياني ماشي ورا بربن وبترائبها وبتعرفها انها تمشي معاها عشان الغابة بالليل بتكون خطيرة فبتتوتر بربن وبيبنى عليها القلق وبيكون ماكي وتبيت ساعتها ماشيين وراهم وبيرائبوهم وبيتفاجئ ان فنهنج وفنجي شافوهم وبيكونوا عايزين يفضلوا معاهم بالرغم من انهم مش عارفين هم ما بيعملوا ايه دلوقتي في الغابة لكن بيطلب منهم فنهنج بعد شوية انهم يرجعوا تاني عشان لو حد شافوا ما يتعاقبوا وبيكون مسر انه لازم يمشوا وبيقول لماكي انها لو ما راجعتش معاهم هيضطر يفضل معاها عشان مش عايزها تتعاقب لوحدها وده بيخلي ماكي تتراجع وبتقرر ترجع للمدرسة معاهم عشان مش عايزة حد يتعاقب بسببها وبالليل والكل نايم بتدخل ياني غرفة البنات وبتاخد جنجاي بالقوة واستغراب الكل من اللي بيحصل ومحدش بيكون فاهم جنجاي عملتي وبنعرف وقتها ان فبان جايب هوجو هو كمان وبيقعدهم هما الاتنين جنب بعض وبتعرفهم ياني انهم خرقوا القاعدة السابعة وارتبطوا ببعض معاني ده ممنوع وحذرتهم ان لو ده حصل الاقابة هيكون عسير يحبوا امتى ده غير ان الحب مش شيء غلط عشان يمنعهم فبتعرفهم ياني ان المدرسة مكان للعلم والدراسة مش لاقامة العلاقات الغرامية والحب والحاجات دي هتشتت انتباههم عن الدراسة فبيسخر منها هوجو تاني وبيقولها ان تفكيرها قديم وكأنها عايشة لسه في العصر الحجري فبتتصدم ياني من كلامه وبتتعصب جدا وبتقرر انها تخلي فبان يحبسهم هما الاتنين عقابة ليهم واسناء ما فبان بيحبس هوجو وجنجاي بيهجموا عليهم الاتنين وبيضربوه وبياخدوا منه المفاتيح وبيحبسوا مكانهم وبيقرروا انهم يهربوا في الوقت ده وبيركبوا عربية فبان وبيمشوا بيها وبيعدي فترة من الوقت وهوجو وجنجاي تانين في الغابة ومش لقين مخرج منها وبيستغربوا جدا ازاي عدى الوقت ده كله ومش لقين الطريق وبيكتشفوا انهم ماشيين في دايرة وان الغابة عبارة عن متاهة وفجأة العربية بتعتل منهم وبيقفوا في نص الطريق وهم مش عارفين هما فين وبيحاول هوجو ساعتها انه يطمن جنجاي عشان خايفة وفجأة وهم ماشيين بيلاقوا عربية شرطة قدامه فبيجروا عليها عشان الشرطة يساعدهم ولما بيسألهم عن اللي بيعملوا في وقت متأخر زي ده في الغابة بيخلي هوجو جنجاي تسكت عشان مش عايزة تقول اي حاجة عن المدرسة وبيكذب على الشرطة وبيقولوا انه عربيةهم اطلت بيهم وكانوا بيدوروا على حد يساعدهم فبيخليهم الشرطة يركبوا العربية معاها وفي الطريق بيلاحظ هوجو جنجاي ان الشرطة غريب يدنوا وبيفضل ساكت ومش بيرد عليهم فبيحاول ينزلوا من العربية لكن ما بيعرفوش وبيكتشفوا بعدها ان الشرطة كان تابع المدرسة وبيرجعهم لها تاني وبيشكروا امن انه رجع الطلاب بتقول للمدرسة تاني وبعدها فباني وياني بياخدوا هوجو جنجاي عشان يعخبوهم وتاني يوم الصبح بتروح ماكي لبرابون عشان تتكلم معها وبتسألها اذا كانت تعرف الطالب رون فبتتصدم برابون من سؤالها وبتسألها عن السبب فبتقولها ماكي انها عايزة تعرف مكانه فين عشان عايزة تقابله فبترد عليها برابون بتوتر وبتقولها ما تعرفش هو فين دلوقتي لكن ماكي بتقولها انها كدابة وفي الاسناء دي بيكون المدير امن مع ران في المكان اللي حبسه فيه وبيقدم له الاكل عشان هيكل وبيسأله ايه هي وجبته المفضلة لانه وقت ما كان في المدرسة كان بيحب المكارونة فبيتجهل ران كل كلامه وبيسأله امتى يخرج من هنا فبيعرفه امن انه مش يخرج الا لما يرجع ران القديم تاني غير كده يفضل طول عمره محبوسه مش يخرج فبيتعصب ران عليه و بينهاره وبيطلب منه يقتله ويخلصه لانه مستحيل يرجع تاني ران بتاع زمان فبيديق امن من كلام ران ورده عليه وبيبصوله بغضب شديد وبيخلص الجزء الاول من المسلسل الفيديو ده كتبته قلق غازي وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعمله فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام